أشتغل بالإشارات أنا أنا أتحسس بالقضية واحد يقول لك ويقول لك أنا ما عن طريق اسمي ولا طريق تليفوني أشتغل بالإشارات أعرضت القضية وقالوا لي من صاحب القضية شكلهم بين قوسين فارغ قالوا يا أبا اتصل بصاحب القضية أقول لهم ما عندي تليفوني أخوان اللي عنده مظلومية ويشعر أنه عنده حق حقيقي على الدولة يطلع يقول أنا فلان ابن فلان حتى إذا الدولة سيلتني والدولة قالت لنا منه نقول لهم يا أبا ترى نجي منه بخابر صبيحة الخابرت فضيلة لعطى حقوق زيالي شلون أنا أطلع وما أقول اسمي أحد صورتي هملت الناس النهار كله أصرخ لو أعدكم حقوق وتحشون بحقوقكم وبمظلميتكم أهلا وسهلا لو تقول أنا ما أقدر نعم أقدر الناس تخاف إذا تخاف خلي موضوعك إلى أن تسير عدك الجراء الكاملة بضمان حقوقك يعني أنا مظلومة الطونيان أخت طونيان مرحبا لا والله حبيبي أخاف منين تخافين بابا منين تخافين بتي منين تخافين بابا أنت إذا عندك حقوق أنا أسا ما رح أخذ اسمك على الجو منين أنت اللي أنت تقولينا لا تتخاف خلص يعني أخاف هذا أنا على الواتساب أفضل إيما على الواتساب شلون نحجانويات محادثات أنا رجل مؤتمن أنه أنت مظلومة ممكن أطلع مظلوميتك قدام أبو مصرف الرشيد وأبو مصرف المستنصر والتلاعب وهذه الأوراق والوثاة اللي موجودة اللو اللو